بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي طلاب وطالبات الصف الثامن أحبابي إن شاء الله في هذا الفيديو سنبدأ بكتاب القواعد في أول وحدة موجودة عندنا في كتاب القواعد وهي الجملة الإسمية سنتعرف إن شاء الله على الجملة الإسمية أركان الجملة الإسمية سنتعرف على المبتدأ وصوره يعني الحالات التي يأتي عليها المبتدأ وكيف نعرب كل صورة سنتعرف أيضا على الخبر وصور الخبر وكيف نعرب كل صورة من هذه الصور الموضوع سهل إن شاء الله أعزائي ولكن يحتاج منه إلى قليل من التركيز وبإذن الله في نهاية الوحدة الإسمية سنكون رائعين مبدعين في إعراب المبتدأ وصوره والخبر وصوره إن شاء الله تعالى أعزائي كما اعتدنا قبل أن ندخل في الموضوع لابد أن نمهد له نراجع معلوماتنا مع بعض نستذكر بعض القواعد المهمة المتعلقة بدرسنا فبالتالي راح نراجع مع بعض أنويكم إن شاء الله الجملة العربية أخذنا بالفصل الأول يا ثامن إذا بتذكروا كل ما يتعلق بالجملة الفعلية أخذنا الفاعل وأنواعه إعرابه سواء كان معرب أو مبني أخذنا الفاعل وصوره المفعول به وصوره الآن أنهينا القسم الأول من الجملة العربية سننتقل إلى القسم الثاني إذن نحن نعلم أن الجملة العربية تقسم إلى جملة فعلية وجملة إسمية كمان مر الجملة العربية تقسم إلى جملة فعلية وجملة إسمية هذا القسم أنهينا بالفصل الأول بتفاصيله وقلنا أن الجملة الفعلية تتكون من ركنان أساسيان شو هم يا ثامن؟ أولا الفعل وثانيا الفاعل وهما ركنان أساسيان لا تقوم الجملة الفعلية إلا بهما ولا تستغني عنهما الجملة الفعلية لاحظوا معي الفعل يسمى مسند قلنا أن الفعل يسمى مسند لأننا نسنده إلى الفاعل والفاعل يسمى مسند إليه لأننا أسندنا إليه الفعل إذن أنا عندي ركنان أساسيا بالجملة الفعلية هم المسند والمسند إليه الفعل يسمى مسند والفاعل يسمى مسند إليه وطبعا ذكرنا وحكينا أن المفعول به ليس جزء أساسي في الجملة الفعلية لأنه ممكن أستغني عنه فبالتالي هو ليس ركنان أساسيا مع أنه في بعض الأحيان يكون موجود في الجملة إذا كان موجود أسمي الفعل متعدي إذا لم يكن المفعول به موجود أسمي هذا الفعل فعل لازم واضح لغاية الآن يا ثامن؟ طيب ننتقل الآن كما ذكرنا هذا الجزء أنهيناه متعلق في الجملة الفعلية اللي بنناخده إن شاء الله في الفيديو اليوم هو الجزء المتعلق بالجملة الإسمية الجملة الإسمية يا ثامن تتكون من ركناني أساسيان لا تستغني عنهما الجملة الإسمية ولا تقوم إلا بهما ما هما هذان الركنان؟ المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة الإسمية وهذا المبتدأ يسمى مسند إليه وأيضا الخبر الذي يخبرني عن هذا المبتدأ الخبر أسميه مسند لحظوا معي يا ثامن ما خربط هنا يعني كأنني أنا بعكس فقط أبدأ بالمسند إليه وأنتهي بالمسند هون أنا بدأت بالمسند انتهت بالمسند إليه إذن الجملة الترتيب في الجملة الإسمية عكس الترتيب في الجملة الفعلية المبتدأ يكون مسند إليه والخبر هو الذي يكون مسندا تمام لغاية الآن متفقين على هذه المعلومات كما ذكرت هي معلومات مراجعة فقط الآن أعزائي دعونا نبدأ رسميا في الدرس من خلال مناقشتنا لهذه الأسئلة الموضوعة أمامي لاحظوا معي أقول مثلا في المثال الأول الصدق من جات أضع نقطة انتهت الجملة أقول في المثال الثاني طريق العلمي طويل أيضا انتهت الجملة طب خلونا ننتبه بداية إلى الكلمات المخطوطة باللون الأحمر أول كلمة بدأت فيها هذه الجملة لاحظوا معي من حيث نوع هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف بدأتها باسم ما هو الدليل يا ثامن أن هذه الكلمة بدأت بأل وإحنا بنعرف ما هي علامات الاسم أنا كيف أميز أن هذه الكلمة اسم أو فعل للإسم علامات من هذه العلامات أنه يقبل أل التعريف أي كلمة بتشوفوا عليها أل التعريف يعرفوا أنها اسم أي كلمة بتشوفوا عليها تنوين أيضا التنوين من علامات الاسم أيضاً الإسم يقبل النداء يعني أي كلمة قبلها أداة نداء بتكون إسم يا محمد، يا مجد مثلاً ليس شرط أن أنادي الأسماء طبعاً أحياناً أنادي الأشياء مناداء معنوية مثلاً أقول يا قدر الله، يا سماء، يا كذا هذه تسمى مناداء معنوية فبالتالي إذن الإسم ينادأ يعني كلمة قبلها أداة نداء يكون هذا أو تكون هذه الكلمة إسم فالنداء من علامات الإسم من علامات الاسم أيضا يا ثامن أن الاسم يقبل دخول حروف الجر يعني لا تدخل حروف الجر على الأفعال تدخل فقط على الأسماء نقول إلى المدرسة من المدرسة يستحيل أن أقول من دخل إلى دخل مثلا فبالتالي هذه هي علامات الاسم نعيدهم بشكل سريع اللي بيحب يكتبهم أولا يقبل للتعريف يقبل النداء يقبل التنوين يقبل دخول حروف الجر تمام طيب إذن اتفقنا أن هذه الكلمة اسم بدلالة للتعريف اللي موجودة فيها هذا اسم هاي أولا هذا الاسم بدأت به هذه الجملة إذن هذه الجملة بدأت باسم هذا الاسم الذي تبدأ به الجملة أسميه مبتدأ مبتدأ بمعنى أنني بدأت به الجملة إذن المبتدأ هو اسم وبدأنا به الجملة الإسمية تفقنا إيش من سمي يميس؟ مسند إليه لاحظوا الآن أقول لك أنا الصدق كم يميس؟ ما بال الصدق؟ الصدق منجات خبرين عن الصدق يميس؟ الصدق منجات إذن أنا هنا أخبرتكم عن الصدق بأن الصدق منجا إذن منجا هنا أخبرتكم عن المبتدأ من خلالها أخبرت بها عن المبتدأ كملت معنى المبتدأ تممت معنى المبتدأ فبالتالي الخبر هنا هذه الكلمة في موقع الخبر والخبر أيضا اسم شو الدليل يثامن أنها اسم؟ لاحظوا التنوين طبعا هي في المعنى تدل على اسم وأيضا لاحظوا التنوين فعلها تنوين طب افرضوا يميس ما في واحدة من العلامات أنا بطبق عليها يعني كلمة منجا بدون تنوين هل أستطيع أن أقول منجا تن؟ نعم أستطيع إذن هي اسم أستطيع أن أقول المنجا؟ نعم أستطيع إذن هي اسم طب جربوا على ذهب ذهب هل أقول محمد ذهب إلى المدرسة؟ يستحيل طب هل أستطيع أن أقول الذهب إلى المدرسة؟ يستحيل أن يتدخل للتعريف على الفعل إذن أنا لو في كلمة محتار فيها لا أستطيع أن أعرف هذه الكلمة هي اسم ولا فعل في بعض الأحيان منواجه مشاكل في المصادر بعض المصادر صعب أحدد إذا كانت اسم ولا فعل هيك إذا كانت في السياق جربوا عليها في بعض الأحيان يعني هذه التجربة دخول أل التعريف أو دخول التنوين بسهل علينا الموضوعية ثامن تمام طيب نعود لموضوعنا إذن اتفقنا أنها اسم وهذا الاسم خبرني عن المبتدأ إذن هذا الاسم الذي يخبرني عن المبتدأ هو الخبر ثامن ممكن الخبر يكون بعيد جدا يعني أقول الصدق الذي أوصانا به الإسلام شوفوا كيف أنا طولت الجملة الصدق الذي أوصانا به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لغاية الآن ما نوجد الخبر ما خبرتكم عنه خبرين مسماله هذا الصدق منجاث يعني لا يشترض أن يكون الخبر مباشرة ملاصق للمبتدأ مباشرة ممكن الخبر يكون في نهاية الجملة الطويلة العريضة لأنا أتحكي لكم ياها فبالتالي أكون أنا فطن وواعي أنتبه متى تم إخباري عن هذا الصدق أو عن هذا المبتدأ يعني في تلك اللحظة أستطيع أنه أنا أحدد الخبر طيب لاحظوا عندي الآن ملاحظة أخرى يا ثامن هذه الكلمات هل هي مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة هي كلمات مرفوعة فبالتالي المبتدأ والخبر كلاهما يكون دائما حكم الإعرابي الرفع دائما بيكون مرفوع مستحيل يجي منصوب مرة 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 مرفوع مرة مجزوم مرة دائما حكم الإعرابي الرفع دائما إذن بلشنا الآن نتبين ما المقصود بالمبتدأ وما المقصود بالخبر لاحظوا عندي الجملة الثانية طريق العلمي طريق اسم بدأت به الجملة في علامة من علامات الاسم؟ لا ما في علامة طب خلونا نجرب الطريق زبطت طريق زبطت يا طريق في الطريق إلى الطريق كل علامات الاسم زبطت على هذه الكلمة إذن هذه الكلمة اسم بدأت به الجملة مرفوع إذن هذا الاسم مبتدأ طيب خلونا نشوف نخبر عن هذا المبتدأ خبروني عن طريق العلم خبرتكم لسه طريق العلمي ماله طويل إذن طويل هو الخبر الذي أخبرت به عن هذا المبتدأ وتممت به معناه إذن هذه الكلمة هي خبر ونلاحظوا أنه كمان هذه الكلمة جاءت مرفوعة بالتنوين فبالتالي هي اسم ومرفوعة هذا هو الخبر إذن فهمنا إثاما ما المقصود بالمبتدأ وما المقصود بالخبر تبيننا أيضا أنه ليس شرطا أنه يجي الخبر مباشرة بعد الاسم بدليل هذه الجملة لاحظوا ما موقع الكلمة اللي فصلت بالنص مضاف إليه كلمة مجرورة بدأت بأول مرتبطة بالكلمة التي تليها إذن هذا تركيب إضافة طريق العلمي طريق العلمي إذن بعرب هاي الكلمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره طريق العلم ماله ما باله طويل إذن هذا هو الخبر طريقة الإعراب سهلة جدا نعرفها نحكي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم أيضا أو تنوين الضم إذا بتحبوا هنا أيضا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم وهنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الاستنتاج هون مع بعض يا ثامن خلينا نستنتج ما المقصود بالمبتدأ المبتدأ هو اسم كما اتفقنا مستحيل يكون فعل مستحيل يكون حرف إذن هو اسم تبدأ به الجملة الإسمية صحيح تبدأ في الجملة الإسمية ويكون موضوع الحديث فيها هو موضوع الحديث اللي أنا بتحدث عنه يعني أنا هنا عن ماذا أتحدث عن الصدق ولا عن المنجاة أنا أتحدث عن الصدق هنا أتحدث عن الطريق ولا عن العلم ولا عن الطويل أنا أتحدث عن طريق العلم لا أتحدث عن إنه طويل أنا أتحدث عن طريق العلم بخبرك عنه أنه طويل طيب نكمل حكمه الإعرابي ماذا؟ الرفع دائما كما اتفقنا مستحيل يجي منصوب مستحيل يجي مجرور الخبر الآن في المقابل هو اسم أيضا ولكنه يخبر عن المبتدأ ويتمم معناه كنا نلاحظون أنه هذه الكلمة الخبر بتتمم معنا المبتدأ أو تكمل معنا المبتدأ وبتخبرني عن المبتدأ وحكمه الإعرابي أيضا مثل المبتدأ هو الرفع دائما نذكر هذه المعلومة ثامن أن المبتدأ مسند إليه والخبر هو المسند في الجملة الإسمية الآن أعزائي سنتعرف معا سنبدأ بماذا؟ سنبدأ بالمبتدأ سنتعرف على صور المبتدأ يعني الأوجه التي يأتي عليها المبتدأ وكيف نعرب كل صورة أو كل وجه من هذه الأوجه نبدأ الآن يا الثامن إن شاء الله تعالى بصور المبتدأ لاحظوا عندي هون أنا ميس كتبت لكم صور المبتدأ مع مثال على كل صورة وإعراب كل صورة من هذه الصور دعونا نبدأ إن شاء الله تعالى لاحظوا عندي المجموعات لاحظوا في عندي المجموعة ألف المجموعة با المجموعة جيم والمجموعة دال طبعا أعزائي الموضوع سهل جدا يعني ما نتخربط أنه الله يمس المعلومات كثيرة على اللوح هي معلومات معظمها بتعرفوها بس بدنا نراجعها كلها من الألف إلى الياء لاحظوا بداية خلونا نشوف الأمثل الموجودة في المجموعة با أقول السماء صافية المعلمان مخلصان معلموا المدرسة مخلصون ممكن أحيانا أعزائي هون بيكون عندنا الإضاءة مش واضح المثال اللي هون فما في مشكلة يعني حاولوا اسمعوا معي وأنا بقرأ في المثال معلموا المدرسة مخلصون تمام طيب خلونا نلاحظ وين المبتدأ نحددوا بداية المبتدأ السماء بدأت به الجملة إذن هذا هو المبتدأ المعلمان اسم بدأت به الجملة هذا هو المبتدأ معلموا أيضا اسم بدأت به الجملة إذن هذا هو المبتدأ هاي بداية أنا الآن حددت المبتدأ تمام طيب الخطوة الثانية كيف أعرب هذا المبتدأ؟ هذا المبتدأ لاحظوا أعزائي هو اسم عادي جدا اسم صريح بسمي أو اسم ظاهر بمعنى أعزائي ليس واحد من الأنواع الأخرى اللي سوف نأخذها الآن ليس اسم إشارة، ليس ضميرا منفصلا وليس أيضا اسم موصول فبالتالي هذا بعتبره اسم صريح أو اسم ظاهر وهو النوع المعتاد اللي احنا بالعادة نعرفه يا ثامن أن المبتدأ يكون بطبيعة الحال اسم صريح اسم ظاهر اسم عادي السماء اسم المعلمان اسم معلموا اسم بغض النظر هاي معلومة مهمة جدا عن عدد هذا الاسم يعني السماء مفرد واحد معلمان عندي معلمان اثنان دلت بالعدد على اثنان لاحظوا هنا معلموا دلت على مجموعة جمع مذكر سالم فبغض النظر عن الكلمة إن دلت على مفرد أو على جمع اسمها اسم صريح أو اسم ظاهر وأيضا يمكن أن أسميها اسم مفرد مفرد لا أقصد في واحد مفرد بمعنى أنه ليس اسم إشارة، ليس اسم موصول، ليس ضمير منفصل فبالتالي هو اسم مفرد كمان مر يا ثامن انتبهوا معاي أنا لا أقصد الآن لما بحكي اسم صريح أنه بس يكون مفرد ممكن يكون مفرد، ممكن مثنى، ممكن جمع ولما أحكي اسم مفرد لا أقصد به أنه يدل على واحد أقصد به أنه يعني جاء اسم عادي، اسم صريح، اسم ظاهر هذه أول صورة من صور المبتدأ وهي الصورة المعتادة الأكثر شيوعا للمبتدأ أن يكون اسما ظاهرا أو اسما صريحا هذه أول صورة من صور المبتدأ إذن ما هي أول صورة من صور المبتدأ يا عاية ثامن؟ أن يكون اسم صريح أو اسم ظاهر هذه الصورة الأولى خلونا الآن نتعرف على إعراب هذه الصورة طب كيف أعرب هذه الصورة يا ميس؟ الطريقة الإعراب المعتادة شو بدي أعرب السماء؟ مثلا نبدأ بالسماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة فقط الظاهر على آخره طب نشوف المعلمان المعلمان تدل على مثنى كيف بعرب المثنى بالضمة؟ لا طبعا يا ثامن المثنى يعرب بالألف لأنه مثنى إذن كيف أعرب المعلمان؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى فقط هاي الاختلاف الألف لأنه مثنى إذن أنا أعرب بعلامات الإعراب المعروفة سواء الحركات أو الحروف الحركات اللي بعرفها أنا أو الحروف اللي بعرفها في حالات الرفع فما بيختلط علي الأمر أنا عارف هذه المعلومات أصلا لاحظوا معي الآن كيف أعرب معلمو كلمة تدل على جمع جمع مذكر سالم لاحظوا معلمو إذن لاحظوا معي أعزائي كلمة معلمو هي كلمة تدل على جمع مذكر سالم تمام؟ واللاحظوا معي مهم جدا يا ثامن أنا لا أضع الألف هنا ليه؟ لأن هذه الألف لا تلحق إلا الأفعال لا تلحق إلا الأفعال فقط مع واو الجماعة هذه الواو ليست واو الجماعة هذه واو جمع المذكر السالم لو حكيت يدرسوا مثلا لاحظوا يدرسوا أضع الواو الواو والألف أضع الألف هاي الألف الفارقة ولكن مع الأسماء ثامن ديروا بالكم تضعوا هذه الألف لأن هذه الألف لا يتم وضعها مع الأسماء نهائيا إذن هذه الألف لا أضعها مع الأسماء ولكن هي تلحق الأفعال فقط تمام؟ واللاحظوا ملاحظة أخرى أنه أنا حذفت النون هنا أصلها معلمون لماذا حذفت النون؟ للإضافة لأنه بعد هذه الكلمة مضاف إليه المدرسة معلمو المدرسة دائما عند الإضافة نحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم شو يعني يا ماس؟ يعني إذا جاء بعد جمع المذكر السالم أو المثنى مضاف إليه نحذف هذه النون الموجودة في جمع المذكر السالم أو النون الموجودة في المثنى يعني لا يجوز أن أقول معلمون المدرسة مخلصون ما بيصير لماذا؟ لأنه في بعدها يمس مضاف إليه فيجب أن أحذف هذه النون للإضافة لو هون أنا بدي أكتب المعلمان مخلصان معلماء المدرسة مخلصان إذا بدي أضيف مضاف إليه أقول معلماء المدرسة مخلصان إذن أحذف النون عند الإضافة دائما ونحظوا كمان بحذف أل التعريف لا يجوز أن أخلي هون أل التعريف المعلم المدرسة عند الإضافة أحذف أل التعريف أحذف النون نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تمام؟ هذا الحكي متفقين عليه خلونا نكمل إعرابنا معلم إذن إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم كما اتفقنا هو مضاف والمدرسة مضاف إلى مجرر وعلامة جره الكسرة إذن هذه أول صورة بالفرع ألف أو بالمجموعة ألف يا ثامن الصورة التي يأتي عليها المبتدأ هي الصورة المعتادة لنعرفها كلنا وهي أن يكون المبتدأ اسم صريح أو اسم ظاهر تمام؟ طيب ننتقل للمجموعة الثانية من هذه الأمثلة هذا الطالب مجتهد تلك الطالبة مجتهدة لاحظوا بماذا بدأت هذه الجمل هذا تلك أنا بأشر على إنسان معين إذن هذه أسماء إشارة هذا اسم إشارة تلك اسم إشارة خلونا أول شيء نراجع مع بعض يا ثامن أسماء الإشارة لاحظوا المعلومة اللي عندي هون أسماء الإشارة تقسم لقسمين أسماء إشارة للبعيد أسماء إشارة للقريب الإنسان القريب أقول عنه أو أسماء الإشارة التي أستعملها للقريب هذا هذه هاتان هذان هؤلاء هذه الأسماء أسميها أسماء إشارة لمين للقريب يا ثامن إذن كمان مرة أعيدهم للقريب هذا هذه طبعا للمذكر للمؤنث هاتان للمثنى هذان للمثنى المذكر هؤلاء تمام؟ للجمع نحظ أيضا في عندي أسماء إشارة للبعيد إذا كان الإنسان بعيد أقول ذلك صديقي تلك صديقتي أولئك أصدقائي إذن أسماء الإشارة للقريب وأسماء الإشارة للبعيد لازم نراجعها مع بعض أشان لما نشوفها نعرف أن هذه أسماء إشارة أسماء الإشارة هذه يمكن أن تبدأ بها الجملة مثل ما بدأت عندنا هذه الجملة وهذه الجملة هذا اسم إشارة صحيح جاء في موقع المبتدأ بدأت به الجملة إذن هذه الصورة الثانية في المجموعة به هذه الصورة الثانية للمبتدأ وهي أن يكون المبتدأ اسم إشارة تمام؟ إذن إذا وجدنا جملة بدأت باسم إشارة بيكون المبتدأ فيها صورته أو نوع اسم إشارة طب كيف أعرفه يا مسلم لما يكون اسم إشارة؟ لاحظوا الإعراب وركزوا معي على الإعراب جدا يا ثامن بحكي عنه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ سهل الإعراب كمان مرة اسم إشارة لأنه نوع اسم إشارة اسم الإشارة دائما مبني اسم إشارة مبني في محل في محل ماذا؟ هون إجاب في محل رفع مبتدأ طب نعرف تلك نفس الإعراب اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ إذن التنين نفس الإعراب سواء هذا أو تلك أو أي واحدة من أسماء الإشارة الموجودة عندي في المجموعة إذن اتفقنا هذه الصورة الثانية للمبتدأ أو من صور المبتدأ خلونا ننتقل الآن للمجموعة جيم لاحظوا الأمثلة الموجودة في المجموعة جيم الذي كتب القصيدة مبدع التي جاءت صديقتي لاحظوا الكلمات اللي أنا حاطتها في اللون الأخضر المخطوطة بالأخضر والتي بدأت بها هذه الجمل الذي التي شو بسميهم هدو اليتام الذي التي اللذان اللتان أحسنتم يثامن بسميهم الأسماء الموصولة ما هي الأسماء الموصولة؟ الأسماء الموصولة هي الذي التي اللذان اللتان للمثنى مذكر ومؤنث والذين لجمع المذكر واللواتي لجمع المؤنث هاي بسميها أسماء موصولة ننتبه للأسماء الموصولة وأكيد إن شاء الله أنه كلكم حفظينها هذه هي الأسماء الموصولة إن بدأت الجملة الإسمية بإسم من الأسماء الموصولة بتكون صورة المبتدأ فيها اسم موصول إذن ما هي صورة المبتدأ عندي هون؟ اسم موصول كيف أعربه يا ميس؟ نفس إعراب اسم الإشارة ولكن أقول اسم موصول بس نفس الإعراب كيف أعرب الذي أو التي نفس الشاء؟ اسم موصول مبني في محل رفاع مبتدأ لاحظوا نفس الإعراب نفس ما أعربت أنا اسم الإشارة ولكن أستبدل بدل اسم الإشارة اسم موصول فقط تمام؟ آخر صورة وهي في الفئة المجموعة دال لاحظوا نقرأ الأمثلة أنا أحب العلمة نحن أصدقاء البيئة هذول الكلمات التي بدأت فيهم هذه الجمل الإسمية المخطوط تحتها بالأخضر من حيث التصنيف شو بصنبهم يا ثامن؟ ضمائر منفصلة ما هي الضمائر المنفصلة الملاحظة الأخيرة عندي هون؟ الضمائر المنفصلة أخذناهم بالتفصيل بالفصل الأول متى يا ثامن؟ عندما أخذنا درس الإسناد لما أخذنا الإسناد كنا دائما نكتب الضمائر على اللوح ونبلش نسند في الأفعال المختلفة سواء الماضي أو المضارع أو الأمر تمام؟ ونعرف أن الضمائر المنفصلة ثلاث أنواع ضمائر المتكلم أنا ونحن ضمائر الغائب هو هي هما هم غائب غير موجود ضمائر المخاطب أنا أخاطب إنسان أنت أنت أنتما أنتم إلى آخره تمام؟ إذن هذه هي الضمائر المنفصلة إن بدأت الجملة الإسمية في واحدة من هذه الضمائر المنفصلة بتكون صورة المبتدأ فيها ضمير منفصل إذن هذه الصورة الرابعة للمبتدأ أن يكون المبتدأ ضميرا منفصلا كيف أعربه يا ميس؟ أيضا نفس هذا الإعراب بدل اسم الإشارة بدل الاسم الموصول بس تبدله بكلمة ضمير منفصل إذن بدي أعرب أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ فقط هكذا أعرب المبتدأ أو هذه هي صور المبتدأ يا ثامن ببساطة نعيدهم مع بعض الصورة الأولى اسم صريح أو اسم ظاهر الصورة الثانية أن يكون اسم إشارة الصورة الثالثة أن يكون اسم موصول وآخر صورة عندي أن يكون ضمير منفصل ننتبه لهذه الملاحظات اللي هون يا ثامن وهي استذكار ما هي أسماء الإشارة ما هي الأسماء الموصولة ما هي الضمائر المنفصلة الموضوع سهل وبسيط إن شاء الله أنه نتعرف على المبتدأ وصوره دائما في أي جملة اسمية تعطى لنا أعزائي نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم لنقوم بحل الأسئلة الموجودة في الكتاب وبعدها سنتعرف على صور الخبر إن شاء الله تعالى إلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر